مرحبا بكم في قناة أرض الخبر قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية ألبيرت بورلا إن لقاحا يستهدف متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون جاهزا في مارس وإن الشركة بدأت تصنيع الجرعات بالفعل وأضاف بورلا في حديث مع شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية لقد بدأنا بالفعل تصنيع بعض الكميات لافتا إلى أن اللقاح سيستهدف أيضا المتحورات الأخرى من فيروس كورونا ورغم ذلك قال بورلا إنه ليس واضحا حتى الآن ما إذا كنا نحتاج لقاحا خاصا لمتحور أوميكرون أم لا لكن فايزر ستنتج كميات من جرعات هذا اللقاح لأن بعض الحكومات طلبت الحصول عليه في أسرع وقت ممكن حسب تعبيره